على بركة الله هنقول باسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنعمل النهاردة مع بعض الكيكة المجنونة بالمية هي فعلا مجنونة وفعلا طعمها رائع جدا جدا هيعجبكم إن شاء الله مأزيل اقتصادية وبسيطة من غير بيت ومن غير زبدة ومن غير زيت ومن غير لبن يا رب الفيديو يعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك لو الأول مرة هتشوفوا القناة وبينا نصلي على النبي ومستغفر رب العالمين وندخل نشوف الطريقة والمادي بسم الله الرحمن الرحيم بجيب المنخل بتاعي كده وفي طبق هبدأ أنخل كوباية ونص من الدقيق أنا دايما بعمل الحركة دي في أي كيك وعموما لازم أنخل الدقيق مع الباكينج بودر في الأول واركنهم على جنب عشان يتفعلوا سوا أنا كده حطيت الكوباية ونص هضيف معلقة كبيرة من الباكينج بودر وهنخلهم مع بعض كويس قوي عشان أوزع الباكينج بودر مع الدقيق وكده ياخدوا فرصتهم من هما يتفعلوا مع بعض يدوني نتيجة هشة جدا 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 للكيك إن شاء الله كده أنا نخلتهم كويس جدا أنا بنخلهم بتاع موردين تلاتة وبعد كده بالمعلقة ببدأ أقلب تاني عشان أتأكد أن أنا وزعت كل كمية الباكينج بودر مع الدقيق نركن الكلام ده على جنب نسيبهم زي ما قلنا يتفعلوا سوا في البولة هنزل بكوباية سكر يفضل يكون السكر بتاعك أبيض ونعم الحبيبات عشان يدوب معيك بسرعة وعليهم هنزل كده بخمس معالق من السمنة أدي واحدة اتنين تلاتة أربعة خمسة خمس معالق سمنة وهبدأ بسم الله كده بالوسك أو بالمضرب اليدوي وهضرف اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اتكون معايا خليط كريمي والسكر يدوب كده وينعم مع السمنة يدوني تحس أنت كده شايفة حاجة شبه القشطة الحركة دي مهمة جدا جدا هتخلي الكيك نفسه وهو عجين ناعم وسمودي جدا شكله حلو قوي زي ما انت شايفين كده في اتجاه واحد كده بقت شبه كريمت الزبدة دلوقتي هننزل بكوباية مية وطبعا نفس الكوباية اللي عيرت بيها الزقيق هي اللي عيرت بيها المية هي اللي عيرت بيها السكر في اتجاه واحد برضو هارجع أضرب كده بالشكل ده عايزة بس أتأكد أن السكر بتاعي داب تماما أنا كده كده متأكدة من شاء الله يعني ولكن زيدي التأكيد دلوقتي هنزل باتزقيق اللي احنا نخلناه مع الباكينج بودر وكنا سايبينه قبل كده برضو بحطه في المنخل وبرجع أنا نزله كده منخل عشان ادخل برضو شوية هوا كويسين أثناء الضرب وبعد كده هنزل كمان برشة صغيرة من الملح بسم الله بنزل برشة صغيرة من الملح سنة عن النبي رشة الملح دي بتظهر الطعم جدا وبتخليه قوي ثلاث معالق كبار من الكاكاو لازم الكاكاو بتاعك يكون نوعه نضيف جدا 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 في الكيك ده بالذات عشان تاخدي نتيجة ممتازة بأمر الرحمن الكاكاو نوعه يكون كويس قوي عشان نكهته هتظهر جدا وهتبان فده مهم أنا هنا دلوقتي هنزل بمعلاقتين من خلطة المكة اللي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده في فيديو سابق احنا عملنا خلطة المكة والكافي ماكس والكافيتشينو تقريبا هو شاي الكارك والشاي العدني فده الخلطة بتاعة المكة اللي كان فيها كاكاو وبابريكا وشوية حدد كده قسما باللمت ديها طعم خرافة وفوقها هنزل بمعلاقتين من الخل ما تلاقيش ابدا الخل هيخلي الكيك بتاعك هش وبيخلي الباكينج بودر يتفاعل أسرع يدي نتيجة أقوى وأفضل إن شاء الله هدوف اتجاه واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بسم الله إن شاء الله اللهم بارك شايفين الخلطة نعمة ومحترمة جدا هنا الفرن بتاعي طبعا أنا مشغلين من قبل ما اشتغل دلوقتي هجيب الصنية مقاس 22 هدهنها بالسمنة ورشة دي كده وهبدأ قبطنها عشان تخرجلي أو تساهلي في خروج الكيك معي لو عندك ورقة زبدة هتستغني عن المرحلة دي بسم الله هنزل بخلطة الكيكة اللي احنا لسه عاملينها مع بعض شايفين قد ايه نعمة دي بسبب ايه؟ بسبب حركة ضرب السكر مع السمنة ممكن تضيفي معلقة زيت كمان مع الخمس معالق سمنة لو تحبيه كده تمام جدا جدا الفرن بتاعي زي ما قلت أنا مسخراه من قبل ما اشتغل قدت الفرن الاول بدأت اشتغل وبعد كده ازبطت درجة الحرارة بتاعتي على 180 هتضيع خبطة كده اطلع كل الفراغات اللي فيها تدخل الفرن حوالي 40 دقيقة بتخرج من الفرن بتبقى بالشكل ده خدت معي تقريبا 40 أو 45 دقيقة طبعا انت بتختبريها بالسكينة زي ما انا عملت كده بتشوفيها طلعت نظيفة خلاص يا كده تمام بطف الفرن وبفتح باب الفرن واسبها جواه حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة لحد ما تهدى شوية علشان ما تهبطش وبعد كده بطلعها بحاول افاكك كده بالسباتيول كده من الجنب وبقلبها شايفين ما شاء الله اللهم بارك سبونش جدا 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 فوق ما تتخيلوا قسما بالله اللي يعني انا لو انا مسلا حد عاملها غيري استحال اقول ان هو مش حاطت فيها بيت هناخد كده معلقتين كبار من النوتلا وهحطهم في طوصة كده وعليهم حوالي نص كوباية من اللبن المغلي مش كتير يعني وهدوبها كويس جدا جدا بالشكل ده دي بديل خلطة تانية ممكن تعمليها بكوباية لبن معلقة كاكاة ومعلقة دقيق معلقتين سكر معلقة كريم شنطية وتقلبيهم مع بعض وترجعت رضيهم على النار لحد ما يتقل انا استسهلت انا كده كده عندي النوتلا فاقلت اعمل حاجة سريعة كده وزي ما انت شفتوا كده صبتها على الكيك وسبتها حاجة بسيطة يدوبت شرابت زي ما انت شايفين حطيت الكريز ممكن تحطي جوزهند وممكن تحطي فرماسيل ممكن تحطي سبانكلز وممكن تحطي مكسرات ممكن متحطيش حاجة خالص في كل الحالات هي رائعة طعمها حلوة قوي قوي قربتها من حوالي ست سنين تقريبا كانت حلوة بس كانت طعمها بالنسبة لي مش مستصاغة قوي لان انا مكنتش يعني كنت اول مرة جرب كيك من غير بيت دي عجبتني بصراحة وهتعجبكوا قوي قد ايه هشة قد ايه خفيفة طعمها حلو برضو عملنا قبل كده مع بعض طايجر كيك كانت من غير بيت ومن غير زبدة ومن غير فرن وكانت من غير كل حاجة بس كانت ممتازة بصراحة دي كمان احلى كمان من التانية فاجربوها وان شاء الله تعجبكوا شايفين قد ايه هشة بص هو بحاول اوريكوا قد ايه هشة جدا جدا بجد والله ممتازة النتيجة بالنسبة لي غير متوقعة فاجربوها بامر اللي هتعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك او سابسكرايب لو الأول مرة تشوفوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله ولو عجبتكم ما تنسوش تدعونا دعوة حلوة بزهر الغيب ولكن بالمثل بأكد تاني قبل الفيديو ما يخلص لازم جودة نوع الكاكاو هو اللي هيفرق معاكي قوي في الطعم الكيكة دي عايزة نوع كاكاو يكون ممتاز عشان تغذي نتيجة ترديكي وطعم يرديكي ويردي اللي حواليكي كمان بأكد تاني على جودة المنتج اللي هتشتغلي به بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا وزي ما بدأنا بالصرع على النبي هنختم بالصرع على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أيل وصحبي أجمعين أستودعكم الله لزي لا تضيعوا ودائعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته